الشيخ المضايق، الآن نضر قبل الشيخ، لحظة العائلة الأخصى للعريضات في عام الحالة وعلى حالة العائلة، هناك واحد من هناك، هناك الانتدادات، الآن سنتكلم عن الأجرق، كيف يفهم الأجرق، سياهات عريضة بأمثلة، وكذلك بمعطيات، حتى في عامة تكون سياهات عريضة بشكل ترافعي، بشكل حقيقي، بشكل موزو، وهذا العائلة تنقبل وعلى حالة العائلة، في غير حالة نقص بسيط جداً، فعالة الثلاغ تقبل، نحن سوف نشاهد شيء إن شاء الله إننا تلاقي هذا العرق عن جوزة من هذا، سوف نصروا ميشال المقدمة، إذنك تستأثن باهتمامك خضية أو مشكلة معلومة، تتعلق بحييك أو جماعة إحدى الخطر موجهة لنا جميعاً، أو الجماعة التي تقيمها وتريد أن تساهم في إيجاب حلها في إطار المواطنة الفاعلة، حرصاً منك على المشاركة الإيجابية في تقوية فعالية تدبير الشأن المحلي، هناك آلية قمسة عليها الدوستور، نقضمها قامتاً بالعليم، الدوستور، نصر في أن الإنسان يساهم ويشاهد في تسيير الحياة العامة، وهذاك مجموعنا القوانين التنظيمية، تعرفنا عليها صادقاً، هذه الألية تسمى بالعريضة، على ذا الأنولة وحد مطلب أساسي بسبب الإنسان، حتى أن يكون مشاركاً في تدبير الحياة العامة، مشاركة إيجابية ومشاركة فعالة، العريضة عندنا نحضر أسألية تساعد التغيير في الإصلاح إذا كان جدية ومساغة بكيفية مضبوطة، لا تريد أن نشتغل علي، وتكون فيها نوع من الجدية، وتكون كذلك مصاغة بكيفية مضبوطة، الآن سنتعرف على بعض الخطوات التي تساعدون في كتابة عريضة وتقديمة إلى جهات المسؤولة عن الموضوع أو القضية المرة التي تقويمها، بمعنى سنرى العريضة كيفية ممكن نترافعه بواحد العريضة، نقدمها إلى جهات المسؤولة، كيفية ممكن نتبعه هذه العريضة وتحقق العريضة، هذه الهدف الذي سيصابه من أجلها، كيفية ننشئ عريضة؟ أحياناً يكون عنده موضوع كثير من انتباه لهذا، موضوع يستأثرني الآن، كما تقول هذه المشكلة في حي ديالي، في مدينة ديالي، هذه المشكلة معداتي كنت نقشها، أحياناً كنت نكون نقش من الحوار مع الداخل، فتنقش مع الرسناق، فنقول فعلاً هذه المشكلة لديه علاقة بنا، خطأ المدرسي، مثل غابات، مثل مثل غابات لامبيك، مثل نألعة، كنت ترمى فيها النفايات. هذه المشكلة أحياناً كانت نقش معداتي، لكن مع الوقت كانت نقش مع أصدقاء ديالي، مع الزوجة ديالي، مع الزوج ديالي، مع العائلة، كنلاحظ أنه هذا الموضوع حتى هو كتيرهم، يعني هناك هذا الموضع مشترك بيننا إذا كان الموضع مشترك بيننا فبالتالي يجبوا أن نترافع عليه يعني إحنا سندافع علينا هذا هو الترافع سندافع على هذا الموضع ديالنا إذا ما هو الصيرة؟ ما نقدر أن نبلغ هذا الصوت هذا ونسؤولي هناك صيرة لها العظيم إذا قلنا قد يبدو لأول وهلة لأنك ربما الوحيد الذي يستأتر باهتمامك قضية مشكلة موضع معيث يتعلق بالحي والجماعة التي تسكن فيها وأن السكان ليون هنا إهتمامك تقول أن نصبهم لا يبالون بهذا الموضع لما يبسر عن انتباهك لكن عندما تطرح القضية أو المشكلة على معارفك أصدقائك جيرانيك تجد أنك لست لوحي لك وأن هناك آخرون يشاعرون هناك نفس الشيء هاتف معنا كانت تقاسموا وهم في نفس الوقت عدنا هم واحد ولكن الموضوع يستأترنا كامل في حي معين في مدينة معينة في دوار معين هذا الموضوع يشغلنا كامل ومش في نفس الوقت عياد عميئة الباريحة الفتاة القاروية عميئة المدرسة بحكم من شغلين وأنهم يجبون مناطق بعيدة هذا مشكلة ولكن كان نقش مع هالطرف مع هالطرف مع هالطرف هذا الموضوع يشغلنا كامل إذا نحن نشوف دور ذي نفسا باللغة لمن؟ المسؤولين كيف سلو باللغة؟ طريق عارضة سياغة واحدة عارضة نقدمها أو كثم عارضة يلي واحد ملاف مطلبي نقدم نجيات مسؤولة ونترافع عليه وندافع عليه حتى نحقق كل المكتسبات نحن نشوف أمتلك بعض المشاكل والقضايا التي قد تكتلوا اهتمامنا على سبيل المثال جماعة القضايا التي تقدر فعلا تكتل الاهتمام لنا وفعلا تكون كموضوع العربية نتهمه بالطبع كيف ممكن؟ فكرة نحن هنا أصلاً العارضة التي سنسيغونا لموضع لنا محدد ولكن نحن كنا نكون نتدربوا مجموعة المواضيع التي كنا نعمل في العمل مجموعة المواضيع مثل إن الإنار العمومي يمكن أن تصغير عارضة ويوجد نقاط عشواء هذا موضوع ممكن أن تصغير عارضة مع الساكنة الحية إما بصفة ذاتية أو جبعية يعني جوج العناصر يمكن أن تصغير عارضة وجود نقاط عشواء من تحل أزبال التدبير المفاوضة على رفاق العمومية مثلاً شبريس تحفظ أزبال تشكل تأثير على البيئة والساكنة إلى آخر حيك غير موصل للنقل عموم الحقر طيب لا يصل لحيي ديالي هذا ممكن أن تصغير عارضة وكل موضوع يمكن أن ترافع وجود بالوعات تطهير الساكنة غير المغطات والنبيعات ويوجود البالوعات غير المغطات والنبيعات غير المغطات والنبيعات ويوجود إحكالية منها غياب مسابق ملاعب ألعب رياضية هذا هو الموضوع أطبعنا أننا السابع. لكن ماذا فها شيء مصباح؟ كان واحد. ما هي لها حال يضغل البجوش. إنني أجوش. ما هي لها حالة حالة وكالذة. يعني هل يدخلها؟ يعني يدخلها الفيركابي؟ يعني يدخلون المواطنين زي ما أممتهم؟ يدخلها جنبا. موسيقى في الشركة بالنسبة لكي كنت ريفي ديري ومسي كنت ديرها المنطقة وكين ديال دوري 25 درام ولا سنو كانت لي ثلاثة دوري ساقر أنا مشيت المكنس لقيت المسباح ديال البلدي مسباح كبير بخمسة درها من يقدر الجائحة الساعة الساعة مخبطة لكي كنا بخمسة كلها وكنا بدرسة خاصة بقيت المسباح أعرفتين شيء مسباح حالكة بعشر درام الساعة ما بخمسة درام في قهوة وفي مسباح 30 درام يعني هناك مضايب تنشح المسابيح على الشهر ولكن خليه مثلا هذه بكلا رائحة هل يمكن أن يكون لها أخص لجمالة ساحية ولكن هناك ريالة سباح لا يمكن هل يمكن أن تكون ملاعب القرب تطبق هذه ملاعب إذا قلت لك بالكولنطيك وتمدرش المسابيح بواحد الإطلانة البانورامية هل يمكن أن تكون ملاعب القرب في صفحة الفيسبوك؟ ملاعب القرب لدينا مشكلة أحيانا الباباك يفعت لك أنا أخصب تمشي أحيانا كان عاني أدو لك ما حدث؟ أول واحد من عاني ملاعب القرب مولي سمعي ما كانش؟ كان كان دات ودولة وجاء واحد وهما بشوفي ومعالعين أنه عند ملتاقة ديال التخيص أولي تنجد بارك هذه ملتاقة ديال البندية وعندي موافقة ديال العمالي ورغم ذلك كما؟ ومعالين أن هذا كان قبعي تصدح لماذا؟ ومن عبنهم من يستفاعي ملتاك؟ 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 ملتاك؟